في خطوة أثارت غضب الصين أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لتايوان بقيمة 345 مليون دولار المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية أوضح أن هذه المساعدة ستتيح لتايوان تعزيز قدرة الرضا لديها لسيما من ناحية مغزونات الأسلحة الدفاعية وكذلك القدرات الدفاعية المضادة للدروع والمضادة للطائرات في المقابل دعت السفرة الصينية في واشنطن الولايات المتحدة للتوقف عن إثارات التوترات حول تايوان والالتزام بمبدأ الصين الوحدة مؤكدة معارضة بكين على علاقات العسكرية بين تايبي وواشنطن وبيع الأسلحة للجزيرة وتبيع الولايات المتحدة أسلحة لتايوان منذ سنوات لكن المساعدات الجديدة ستأتي مباشرة من المخزونات الموجودة لدى واشنطن بالطريقة نفسها المعتمدة مع أوكرانيا منذ بداية العمليات العسكرية الروسية لأراضيها في فبراير 2022 ووفقا لقانون ناقره الكونغرس الأمريكي يسمح بسحب ما يصل إلى مليار دولار من مخزونات الولايات المتحدة لتسليح الجزيرة بهدف معلن يتمثل في كبح أي رغبة توسعية لدى الصين ويأتي أعلان البيت الأبيض هذا في خضم انطلاق الحوار مقددا بين الولايات المتحدة والصين بعد سلسلة زيارات لبكين أجرها كبار المسؤولين الأمريكيين بينهم وزيراء الخارجية والخزانة أنتوني بلانكين وجونت يالن والمبعوث الخاص لشؤون المناخ جون كاري وتعتبر بكين تايوان الجزيرة البالغ عدد سكانها 23 مليون نسمة مقاطعة لم تتمكن بعد من ضمنها إلى أراضيها منذ نهاية الحرب الأهليات الصينية عام 1949